زي ما كنت مبارح بقول وحفظة لقول أن جمهور النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء جمهور النادي الأهلي هو السند وهو الدعم وهو كل شيء بالمناسبة سعر اللاعب يوصل لـ 20 و 30 و 40 و 50 و 100 مليون مين اللي بيوصل ودي رسالة لكل اللاعبين وأنا بقولها يعني من أخ أصغر أو من أخ أكبر ليهم شفت الحاجات دي كتير جدا هو مين اللي وصل اللاعبة أن هي الناس تشاور عليها في الشارع كده وتقول ما فلان ماشي أو علان ماشي ده ما بيلعب في الأهلي مين ودي رسالتي لللاعبين هو الجمهور الجمهور اللي بيطلع من جيبه ويدفع في تسكرتي علشان يروح يتفرج على المباراة فلما الجمهور ينتقد من حقه أنه هو ينتقد لما الجمهور وخصوصا جمهور النادي الأهلي بالمناسبة بعيدا عن أي جمهور آخر لكن جمهور النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء لما الجمهور يقول أن أنت وحش أو أن أنت عندك مشاكل لأي لاعب يجب على اللاعب أنه هو يثبت أنه هو ما عندوش مشاكل ولكن من خلال الملعب والجمهور ده لو حد بينتقد أداء اللاعبين من الجمهور الجمهور الأهلاوي بيعمل إيه؟ أول ما يلاقي الأداء تغير في الملعب وبقى كويس؟ أول ناس بتسقفك وبتطلعك سابع سما هو الجمهور الأهلي عشان كده أنا دايما دايما وده أنا تعلمته من جمهور النادي الأهلي حفظة الوراء النادي الأهلي في أي شيء وحفظة المساند لكل اللاعبين ولكل الفريق وحتكلم في نفس الوقت عن السلبيات زي ما اتكلمت مع حضراتكم مبارح وزي ما النهاردة بتكلم عنه يجب يوم الأربع أن نحن مش عايزة أشوف فنيات مش عايزة أشوف أي حاجة دي المفروض حاجات طبيعية تبقى موجودة مع النادي الأهلي ولكن لازم روح الفنيلة الحمرة تبقى بينا في الملعب لأن روح الفنيلة الحمرة هي اللي بتكسبنا